السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متبعي الكرام كي بقيتم زيان انتمنى تكونوا كاملين على خير و بخير يا ربي انا اليوم عمل فيديو جديد وتحدي جديد عملت تحدي انا واختي وحبيبتي من قناة وصفات شهرازاد قناة لي هي رائعة بزاف ومتنوعة فيها افكار ووصفات فيها كل ما كيهم المرأة انتمنى تدخلوا عندها وتشجعوها باللايك والاشتراك فضلا وليس عمرا كنتمنى من جميع الاخوان والاخوات يعملوا بحنة ويعملوا تحتدي ويعملوا اليد في اليد لما لا بشكل واحد دي يوصل فين بغا ان شاء الله يا ربي ندوزل المقادير والطريقة تحضير بسم الله على بركاتي الله هذه نحتاج 500 قرام ديال البطاطا اللي سبق لي وغسلتها ونقيتها بطبيعة الحال ونقطعها فضل قطعة رقيقة كنقطعها دوائر على شكل الشيبس تكون رقيقة ولي ما عندهاش هاد القطعة هادي تقطحها رقيقة وتسلقها نص سلقها في الماء أنا هاد نقطعها دوائر حتى النهاية الكمية اللي عندي والبطاطا دائما كتبقى حسب أفراد العائلة ممكن تكتروا ممكن تقلوا أنا عندي هاد المول الكبير هزليها نصف كيلو أو 500 قرام ديال البطاطا من بعد ما انتهيت من الكمية هادي نندزل مقادر ديال التوابل عندي معلقة ديال الملحة والملحة دائما حسب الضوق معلقة ديال البزار ومعلقة كبيرة ديال الزعتر اللي كتعطي واحد المضاق رائع بزاف لهذا القغاطان هذا والقليل من الحار أنا عندي ديال الحار ديال الدار حار بزاف عملت من نور قليل جدا وانتو ما كيبقى لكم اختيار كنلبس هاد توابل في هاد البطاطا هادي كنحركها جيدا حتى ستلبس بالتوابل هاد البطاطا من بعد كننقدها المول اللي هادي ندخلها به الفرن وكنجيب كأس ديال الحليب صدقوني هاد القغاطان كيجي لديد ورائع بزاف كنصب هاد الكأس ديال الحليب على هاد البطاطا هادي وكنقد هاد البطاطا كنجيب الورق الفرن كننغطي به هاد البطاطا هادي ونغطيها بورق أليمينيوم نعملو الورق الفرن هو اللي أولو عاد نعملو عليه ورق الأليمينيوم أنا ما منتوفرش عندي ورق الأليمينيوم ستعملت غير ورق الفرن كندخلها الفرن على 15 دقيقة الفرن مئتين وخمسين دراجة 15 دقيقة من بعد ندوزل المقادير والحوشوة اللي هادي نستعملو فرن البطاطا عندي حبة دي البطاطا عفوا حبة دي البطاطا إلا كانت متوفرة عندكم البصل أبيض يكون أحسن ونقطعوها قطع رقيقة جدا تكون مربعات صغيرة من بعد ما نقطعو هاد البصلة نجيبو واحد الميقلات ودي نعملوها على النار ودي نصبو فيها هاد البصلة هادي ودي نشحروها جيدا بواحد جديد المعلقة ديال الزيت أو ثلاثة زيت المائدة دائما أنا كنشحر البصلة بزيت المائدة زيت الزيتون كتتحرق النعمل كتتنشحرو بيها كنشحرو هاد البصلة جيدا حتى تترجع شفافة بزف أنا الميقلات كانت صغيرة بدلتها بواحدة مكبر منها جبت واحد العلبة ديال الفيطر أو الشمبينيو اللي غسلتها من هادك المواد الحافظة سقطرتها من هادك الماء وزيتها على هاد البصل ودي نشحرها جيدا حتى تياخدوا واحد اللون بوني ويرجع هاد شفاف البصل والفيتر هادي نستمر بتحريك هاد البصلة والشمبينيو باش ما يلسقوش ودي نزيد واحد الكمية ديال اللحم فروم أو الكفتة انا عندي ميتين وخمسين كرام وانتم ما لكم الختيار كنحركها جيدا وكن نحلى ديك الكفتة باش ما تبقى ناشا ديك الكوتة الصحيحة وكن نتبلوها بنفس المقادير اللي تبنا بها البطاطة مع القادية الميلح ومع القادية اللي بزار الصغيرة ومع القادية الزعتر وكن نخلطوها جيدا ونحن نحلوها ديك الكوتل ديال الكفتة او اللحم المفروم صدقوني كيجي واحد القغاطن اللي لديد ورائع بزاف ولي ما كيبغيش صلصة البشاميل كيني الناس بزاف لي ما كيبغيوهاش هادي بدون صلصة البشاميل كتجي واحد القغاطن اللي رائع ولديد بزاف وكيستحق تجريبه ونتمنى تجربوه وتردو علي الخبار من بعد ما تشحرت هاد الكفتة وهاد البصلة هادي نخرجو البطاطة من الفرن كيف ما كتلاحظو معايا طايبة وجايز بزاف رائعة بزاف كنصبو فق منها هاد الحشوة هادي ووصفة ساهلة وسريعة ما كتاخدش منها واحد الوقت اللي كتير دلوقوف في المطبخ فاخر لحدة كان وجدوا واحد الغذيواء او عشالي كيكون مشبيع ورائع بزاف ولديد هنفرق بواحد الشكل يكون متساوي هاد الحشوة هادي ودين قدوها بسبتيلا او المعلقة ديال الخشب باش تاخدوا واحد الشكل يكون متقاد ومتساوي وعندي واحد الكمية ديال الفرماج حمر والفرماج موزاريلا اللي سبق لي وحكيتهم الفرماج موزاريلا والفرماج الاحمر كي يعطيوا واحد الماضاق وكي توتاوي مع بعدياتهم هنساويهم جيدا هاد المقادر نبسط الوجه ديالها باش تاخدوا واحد الشكل متساوي ودي نصب عليه هاد الفرماج والفرماج يكون كتير شي شوية نسخي ويدينا مع هاد الفرماج ودي نعمر الفراغات كامل الوجه ديال القغاطن ديالي وصدقوني كي يجي واحد القغاطن اللي لديد ورائع بزاف ودي نعمل على الوجه دياله واحد رشة ديال الزعتر اللي كتعطي واحد دوق زوين هاد القغاطن مافيش المقادر ديال توابيد بزاف نتبلينه غرب الملحاء والبزار والقليل من الزعتر اللي كيعطيوا واحد الماضاق اللي زوين ورائع هاد القغاطن قغاطن ندخلهم للفرن واحد لخمساش دقيقة او عشرة دقيقة ما سياخدوش معانا واحد الوقت اللي طويل بزاف من بعد ما اخدت واحد اللون ذهبي رائع بزاف هدي نخرجوها من الفرن ونقدموها على هات الشكل هادا هدا هو التحدي لك اليوم ما بيني وبين قناة وصفت شهر زاد لوحد الانسان طيبة بزاف وخلوقها وخانعية ما نشكرها ما نعطيها اش حقها انتمنى تدخلوا عندها وتخلي لها اللايك واشتراك والى فيديو اخر ان شاء الله وانتمنى ما نكونش طولت عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة